اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري اعمله امس الثلاثة في مدينة سوتي الروسية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دي السورية في جينيفا لمناقشة الدستور السوري الجديد ركز الحاضرون من جميع اوسط سوريا على قضية الدستور وقضية الانتخابات وغيرها من القضايا المهمة في محادثات السلام السورية كما ارسلت كل الاطراف التي تعمل على دفع عملية السلام في سوريا ومن بينها الصين ممثلين للمشاركة في المؤتمر ووافق المؤتمر على تشكيل لجنة دستورية وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص للازمة في سوريا ستيف دي بستورا ووزير الخارجية الروسي سيري لافروف عقب المؤتمر ان اللجنة الدستورية ضمت ممثلين منتخبين في هذا المؤتمر وممثلي الفصائل الذين لم يحضروا مؤتمر سوتي ووفقا لوكالة سبوتنك الروسية للانباء قال الاكسندر لافران تيف مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا ان المندوبين وافقوا على قائمة ممثلي اللجنة الدستورية اي ما مجموعه اكثر من 150 شخصا من ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة بالاضافة الى ذلك دع البيان المشترك الصادر عن المؤتمر جميع الاطراف الى احترام السيادة سوريا وسلامتها الاقليمية مؤكدا على ان الشعب السوري له الحق في اختيار نظامه السياسي وان مستقبله يجب ان يتقرر من خلال الانتخابات كما دع البيان الى الاحتفاظ بالقوات العسكرية السورية والاجهزة الامنية في اطار قانوني واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ان نتائج مؤتمر سوتي ستحال الى الامم المتحدة لتعزيز عملية محادثات السلام في سوريا كما قال ان المؤتمر خطوة اولى هامة نحو المصالحة في سوريا وان المؤتمر حقق النجاح العام وذكرت وسائل الاعلام الروسية ان وزارة الخارجية الامريكية قالت بعد المؤتمر ان الولايات المتحدة دعت جميع الاطراف الى مواصلة التركيز على القضية السورية في جينيف والمحافظة على التعاون مع الامم المتحدة وروسيا بهذا الشأن